بسم الله الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله الطلب الأعزاء السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وأهلا ومرحبا بكم في هذا الجزء العملي لحل المسائل من مقرر مقاومة المواد واختباراتها strength of materials and their testing معاكم الدكتور أمير بن محمد القسنتيني نواصل شرح المسائل المتعلقة بالمحور الثاني tension, compression and shear ونشرح المسألة العاشرة معانا هنا aluminium tube مجوف من aluminium thickness 2.5 mm القطر الخارجي 25 mm yield stress لهذا aluminium sigma y تساوي 270 ميجا باسكال والultimate stress تساوي sigma u تساوي 310 ميجا باسكال المطلوب حساب allowable compressive force قوة الضغط allowable المسموح بها be allowable لو كان معانا factor of safety بالنسبة لل yield 4 وبالنسبة للالتيميت 5 بداية نقوم بحساب مساحة cross section للتيوب التي تساوي pi على 4 مساحة القطر الخارجي تربيع ناقص القطر الداخلي تربيع فنتحصل على انه cross section area لهذا المجوف تساوي 176.7 mm تربيع بما انه factor of safety يساوي 4 مرتبط بالسيجما y والفاكتراف سيفتي 5 يمرتبط بالسيجما y نقوم بحساب السيجما allowable المرتبطة بهذين الفاكتراف سيفتي السيجما allowable لو حسبناها بالرجوع الى ال yield stress فهي تساوي 270 تقسيم 4 الفاكتراف سيفتي تساوي 67.5 ميجا باسكال اما لو حسبنا السيجما allowable بالرجوع الى ال ultimate stress فهي تساوي ال ultimate stress 310 تقسيم الفاكتراف سيفتي 5 فهي تساوي 62 ميجا باسكال يتم اعتماد allowable stress المبنية على ال ultimate stress بما انها هي الاصغر قيمة ثم نقوم بالرجوع الى قانون السيجما وهو force على area نقوم بحساب ماذا بحساب ال p وهي الفورس فال p allowable تساوي في الحقيقة سيجما allowable التي قمنا بحسابها ضرب ال area للمجوف تساوي 62 ميجا باسكال ضرب 176.7 ميلي متر تربيع فهي تساوي 11000 نيوتن يعني 11000 كيلو نيوتن هذه ماذا هذه القوة قوة الضغط المسموح بها في هذا التطبيق